موسيقى حالة من الجدل أشعلتها الإعلامية السعودية لمسعود بسبب مقطع فيديو تحدثت فيه بجرأة شديدة وبكيمات بعيدة عن الحياة من وجهة نظر متابعيها خاصة وأنها وجهت انتقاداتها بشكل مباشر لجمهورها من الرجال وطالبت لمسعود جمهورها من الرجال بحلاقة شعر الأباطين ووصفته بالكشة مما أشعر موجة من الانتقادات من الجمهور الذي وصف مقطع الفيديو الذي بثته الإعلامية السعودية عبر حسابه على انستجرام بأنه خادش للحياء العام ويثير الاستهجان الناشطين تناول هذا الموضوع الخاص بهذه الطريقة المباشرة وقال البعض أن تحدث الإعلامية السعودية في مثل هذه المواضيع يتنافى مع صفة الحياة التي من المفترض أن تتحل بها المرأة خاصة إذا كانت تنتمي لدولة عربية لها عاداتها وتقاليدها الجديد بالذكر أن لاما سعود بدأت مشوارها في مجال العمل الإعلامي عام 2009 وذلك عندما انضمت إلى محضات راديو بانيراما FM وقدمت بعض البرامج الغنائية بالبداية ثم قدمت بعض البرامج المنوعات كما قدمت كواليس جلسات وناسا على قناة MBC عام 2013 عزيزي الرجل كونك رجل لا يتنافى ولا يعني يتعارض مع أنك تكون شخص نظيف فموضوع الكشة اللي تحت الأبط هذه ترمي بموضة ولا أنك بتسويها ضفاير وجدائل حلك الموس بوين باوند ولا بريال ولا بدرهم المهم حلك لأنك لو تجيب مليون ديودرانت من أغلى الأنواع وتحطه وفي شعر تحت باطك بتصنن فبليز بليز حلك أباطك هذه النقطة الأولى موسيقى موسيقى